خلينا ناخد بعض الأخبار بالنسبة لنادي الزمالك والأهلي ولكن هناخد أخبار سريعة كده لأن طبعا لما يكون معنا الكابتن عضل القعي فأكيد هنسأله عن كل حاجة فيما يخص النادي الأهلي ولكن خلينا نروح الأخبار نادي الزمالك وأكيد يمكن نادي الزمالك بالفعل بدأ طبعا أكيد بدأ يعمل صفقات جيدة بشكل كبير وعلى رأسها طبعا عبدالله السعيد لعب من اللعيبة المميزين وصفقة مهمة بالنسبة لنادي الزمالك وأتم نادي الزمالك خلاص الصفقة وصيف فروغ جعفر ولكن الزمالك بيواصل الضغط على أحمد حسام مدافع الجونة بعد تعرض كمان الوينش لإصابة بنا يطمن إن شاء الله جمهور كل نادي الزمالك ويطمننا عليه إن شاء الله ما تكونش إصابة كبير لأن فيه تخوف كبير على الوينش ولكن طبعا كمان مع غياب أحمد فتوح لعب نادي الزمالك شهر ونص في إصابته وبقى دلوقتي أحمد حسام بيلعب الاتنين بيلعب مكان بيلعب مساك وبيلعب نحي الشمال مكان فتوح فبالتالي بقى مطلب واللعب طبعا يمكن نادي الزمالك بيتفاوض عليه بشكل كبير حصل إن يحصل نوع من أنواع التبادل ولكن إضارة الجونة شايفة إن هي طلبة 20 مليون جنيه في حالة استغناء عن اللعب وما يحصلش أي صفقات تبادلية فأصبح اللعب مطلب الآن بالنسبة لنادي الزمالك طيب الزمالك بيؤمن عقد طبعا زياد كمال يمكن الناس كلها تكلمت على العقد إن مش ما يضعش إن النادي يبيعوا في خلال الفترة دي إلا خيجيا ما يضعش يبيعوا للأربع عنديا اللي هما يكونوا في أول الدور الممتاز فيمكن كان فيه تأمين بالنسبة للعب ولكن هو لعب جيد بالنسبة لنادي الزمالك زي ما قلنا إن دي يمكن أهم أخبار بالنسبة لنادي الزمالك ولكن خلينا نروح كمان لمحمود الأسود وهو لاعب القرامة السوري عرفنا إن اللعب ظهر بشكل جيد وإني حصل فيه مفاوضات كان طلب النادي القرامة السوري 180 ألف دولار ولكن قدري النادي إن هو يرجع له إن بعد مفاوضات إن الكريمة بقت 100 ألف دولار فقط لغير ولكن نادي الزمالك طالب إن هو يقصت المبلغ ونادي القرامة السوري قال لا إحنا محتاجين إن إحنا ناخد المبلغ بالكامل علشان نسيب اللاعب وهو اللاعب برضو من لعيبة المميزين طيب يمكن دي أهم أخبار نادي الزمالك طبعا بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد إن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك طبعا مع فتح باب القيد ومجهود كبير من مجلس ضايد نادي الزمالك طبعا لفتح باب القيد ودي جزئة مهمة لإني عايزين نادي الزمالك يرجع تاني يكون موجود في المنافسة